دكتور فاضل نبدأ من الفكرة التي انطلقها منها التقرير الذي تابعناه قبل قليل والذي تحدث عن أبعاد إقليمية كذلك دولية وراء ذلك الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي واضح أن مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار مسألة فيها نوع من ممارسة الضغوطات على الحكومة العراقية وبرأيي أنها قضية اقتصادية سياسية قد لا تشترك فيها أطراف محلية بقدر ما هي أطراف خارجية أقليمية دولية نعم ولذلك هي واحدة من أساليب الممارسات الضغط على الحكومة لتطويعها ولوضعها ضمن سقف السياسة الدولية وإلا العراق يصدر تقريبا واردات العراق النفطية بحدود تتراوح من 8 إلى 12 مليار دولار شهريا هذا وارد كبير جدا فضلا عن بعض الواردات في القمارق في الطيران في قضايا أخرى إذا نقارن هذا الأمر بدول مجاورة للعراق لا تمتلك النفط لا تمتلك الثروات التي يصدرها العراق هي لاحظ أن سعر صرف الدينار أو العملة المحلية ثابت أمام الدولار منذ سنين ولذلك المسألة لا تتعلق بقضية التأثر بالاقتصاد بقدر ما هي تأثر بالجوانب السياسية والعراق على ما يبدو لي لا تريد بعض الأطراف الدولية أن ينفك العراق من هذا الواقع الذي يعيشه وضع مريض تجاذبات بين أطراف أقليمية ودولية ممكن أن تؤثر على وضع العراق وحقيقة على ما يبدو أن الإشكالات الخارجية والتي إنعكاساتها تكون في العراق على أرض العراق واحد من مؤشرات هي قضية العملة التي فعلا أثرت على المواطن العراقي والعراق للأسف أيضا ممحصن اقتصاد الداخلي لا توجد سلع لا توجد زراعة لا توجد منتجات صناعية بالتالي كل شيء مستورد عملية الاستيراد تضع الدولار أمام الدينار العراقي وبالنتيجة المواطن يتعامل من حبة العلاج إلى بقية البضاعة كلها بالدولار نعم يعني بالتالي لا مجال هذا ما فهمناه مما تفضلت به دكتور فاضل لا مجال للعراق بالتالي للتحرر من هذه الضغوط الدولية والإقليمية أم أن الباب من الممكن أن يكون مواربا على الأقل إن كنا نتحدث عن الانفتاح مع الصين في ظل الركود الإيراني الأمريكي يمكن واحدة من المؤشرات التي حضرت تفضلت بيها لمحت إلها لكن أنت ذكرتها بشكل مباشر دخول العراق ضمن الاتفاق العربية الصينية جعلت الولايات المتحدة الأمريكية أكيد تغضب على الحكومة العراقية وهي لحد هذه اللحظة متخوفة من إجراءات خطوات حكومة السيد الشيع لا تريد لا تعرف ما هي خطواتها هل هو مع المحور الصيني الإيراني الروسي أم هو مع المحور الغربي لحد هذه اللحظة غير واضحة بالنسبة لأمريكا وتعرفين حضرتك أن مبيعات النفط العراقي تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي وفي كل شهر تأتي طائرة محملة برواتب موظفي الدولة العراقية هذا هو الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بهذا العمر أي خطوات سياسية باتجاه الاقتصاد السياسي للعراق مع دول أخرى هي معادية لواشنطن بالتأكيد يجعلها تقف وتلوح بقوة الدولار وممكن أن ترفع من سقف الدولار وحقيقة ما لم تكن خطوات متبعة من قبل الحكومة العراقية وهذا يحتاج إلى مرونة من القوى السياسية لحكومة السيد الشاع لكي يتفاهم مع الأطراف الغربية والأطراف الشرقية بالتالي حتى يحافظ على سعر صرف الدولار وحتى يحافظ على قيمة الدينار العراقي أو العملة العراقية أمام العملات الخارجية نعم هل نفهم من ذلك أيضا دكتور فاضل بأن العراق بإمكانه أن يرفع خضوضه ويفكر خارج هذه الحلقة في إشارة أخيرة إلى زيارة رئيسة وزراء إيطاليا للعراق خاصة أن العراق هناك من ينظر إليه بأنه بديل للطاقة التي يحتاجها في العام المقبل أوروبا بدأت تقترب من العراق هذه زيارة جورجيا ميلوني وسبقتها مشاركة للرئيس الفرنسي ماكرون في قمة بغداد بنسخته الثانية في العاصمة عمان واهتمام بهذا الاهتمام أوروبا بشأن الشرق الأوسط والعراق على وجه التحديد هذا يجعلنا أمام متغير جديد أن العراق قد تكون له حصة إيجابية حصة كبيرة من الاهتمام الغربي والاهتمام الأوروبي على وجه التحديد لأن أوروبا الآن محرومة من مصادر الطاقة الروسية وكل واحد بينه عنده صديق وعنده قريب في أوروبا يعلم حجم التحديات التي تواجهها الأسر في الدول في بلدان أوروبا فشرق الأوسط هي البديل لأن تسد العجز الموجود لمصادر الطاقة في أوروبا نعم أنا أقول أن عين أوروبا باتت على العراق ومن الواجب على القوة السياسية العراقية وعلى الحكومة العراقية أن تضع الخطوات والآليات الإيجابية التي تخدم العراق وأن تعبر من هذه الأزمة الخانقة وأن تحسن وضعها لأنه يكفي أن نطلق على العراق الدولة المريضة الآن أوروبا بلدان أوروبا بلدان عديدة هي بلدان مريضة هي بحاجة إلى مصادر الطاقة ولذلك العراق الآن بيد السلاح الذي ممكن أن يعالج وضعها ويظهر ضمن القوة الدولية المؤثرة في القرار الدولي في الاقتصاد الدولي خاصة أن هذه الزيارة لميلوني هي أول زيارة خارجية تكون في بغداد وحقيقة الرصد الثلاث مؤشرات للزيارة أولا الجانب الطاقة وهي محتاجة وأشرتها في تصريحها والمؤتمر الصحفي الطاقة ذات أولوية والبعد الآخر هو الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري والشركات الإيطالية في العراق لا بد أن يكون لها موطع قدم في العراق هذه من مصلحة العراق ومن مصلحة إيطاليا والبعد الثالث وهو أيضا مهم هو جانب ثقافي ديني يتعلق بالسياحة الدينية وهذه أسست لها زيارة باب الفاتيكان في العام الماضي أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا جزيلا لكم لكم بالدكتور